المورد الثلاثون الكامل جزء عشر في صفحة ثلاثمائة وخمسة ثم دخلت سنة أربعة عشرة وستمائة ستمائة واربعة عشر يجري ذكروا حصر الفرنج قلعة الطور وتخريبها قال ابن الأثير لما نزل الفرنج بمرجعك تجهزوا وأخذوا معهم آلة الحصار من مجانيقة وغيرها وقصدوا قلعة الطور وهي قلعة منيعة على رأس جبل بالقرب من عكا كان العادل قد بناها عن قريب هل تتذكرون هذه القلعة التي بناها العادل سنذكر إن شاء الله خلال الكلام فتقدموا إليها وحصروها وزحفوا إليها وصعدوا في جبلها حتى وصلوا إلى سورها وكادوا يملكونه فاتفق أن بعض المسلمين ممن فيها قتل بعض ملوكهم فعادوا عن القلعة فتركوها وقصدوا عكا وكانت مدة مقامهم على الطور سبعة عشر يوما ولما فارقوا الطور أقاموا قريبا ثم ساروا في البحر إلى ديار مصر على ما نذكره إن شاء الله تعالى الكلام لابن الأثير يقول التفت جيدا هذه قلعة الطور التي قتل على أبوابها ملوك الفرنج وانسحبوا منها يقول مع هذا يقول فتوجه لاحظ هذه المهزوزية هذا الجبن هذه الذلة هذه الإدارة السيئة هذه القيادة الفاشلة يقول فتوجه الملك المعظم إلى قلعة الطور فخربها من هو الملك المعظم؟ ابن الملك العادل صاحب دمشق يقول فتوجه الملك المعظم إلى قلعة الطور فخربها إلى أن ألحقها بالأرض لأنها بالقرب من عكا ويتعذر حفظها أقول هل تذكرون قلعة الطور التي مرت علينا والتي بناها العادل وشحنها بالرجال والذخائر والسلاح بعد أن هدمه ومحى حصن كوكب ومحى أثره وسجلنا تعليقا هناك عن سبب تهديمه حصن كوكب وبناء حصن جديد بدله وهو حصن الطور أو قلعة الطور حيث قلنا في المورد السابع والعشرين الكامل جزء عاشر في صفحة ميتين وأربعة وثمانين ثم دخل السنة تسعة وستمائة سنة ستمائة وتسعة ونحن الآن كلام في سنة ستمائة واربعة عشر ثم دخل السنة تسعة وستمائة قال ابن الأثير أقتبس من ذاك المورد ذكروا عدة حوادث في هذه السنة قبض الملك العادل أبو بكر بن أيوب صاحب مصر والشام على أمير اسمه أسامة كان له إقطاع كثير من جملته حصن كوكب من أعمال الأردن بالشام وأخذ منه حصن كوكب وخربه وعفى أثره ومن بعده بنى حصن بالقرب من عكا على جبل يسمى الطور وهو معروف هناك وشحنه بالرجال والذخار والسلاح والآن أتى على تهديم الحصن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم